معنا ومنورنا الكاتب واخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية الأستاذ إبراهيم خطام صاحب كتاب لماذا يخاف الرجال أن تفهمهم النساء أولاً الموضوع العنوان أصلاً شيق جداً فأكيد الموضوع شيق برضو جداً ده حقيقي حقيقي منورنا الله يكلم يكون وهما ليه بيخافوا أن الرجالة ليه بيخافوا مع أن أعتقد أن الستات والبنات نفسهم يفهموا الرجالة علشان يقدروا يساعدوهم ده حقيقي طيب هو الرجالة ما بتخافش بالمعنى الحرفي للكلمة هي البداية الكتاب كان كورس كنت بعمله عن العلاقات الزوجية بين الرجالة والستات كانت دورة تدريبية وبعد فترة حولت الدورة دي للكتاب جي الإسم من اختيار مبدع واحد من أكثر وأهم المبدعين صاحب دار النشر اللي نشر الكتاب فكان عندنا مقترحات كتير وهو بدأ يجمع مجموعة من الاقترحات وقال الاسم ده الاسم ده فالاسم بيدل بشكل كبير عن المنظومة بتاعة الترابط بين الراجل والست الفكرة هنا أنه ربنا خلقنا مختلفين خلق كل واحد فينا عنده رؤية مختلفة للأمور الراجل مختلف تماما في تكوينه النفسي عن الست فالتنين لما يتجمعوا مع بعض كل واحد فيهم بيحاول أنه يخلي الطرف التاني يشبهه أو يخلي الطرف التاني يبص من منظوره فهنا بتحصل المشاكل الزوجية هنا بتحصل الخلافات ده أصل المشاكل الزوجية إنه ربنا خلقنا مختلفين تماما ده طبيعي طبعا إحنا فاهمين ده الاختلاف ده إحنا بنحاول نحوله في الكتاب من كونه مشكلة لكونه حاجة تساعدنا نبني إن إحنا نتخطى الاختلافات دي اشتركوا في القناة